أعزائي طلب الطلاب الصالواني على العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مددرس على الهواء مسائل خير على كل طلابنا الأعزاء مسائل خير على كل مدرس اللغة الإنجليزية اللي بيتابعونا النهاردة مستر محمد منصور أحد كوادر اللغة الإنجليزية يكون معنا في الحلقة ديات ومجهز لنا بوكلة في بعض الفنيات المهمة والعالية هنشوفها مع بعض مسائل خير يا مصر مسائل خير مستر أحمد ده مساء الخير على أولادي وبناتي طلاب السنوات العامة في كل مكان في مصر أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا مدارس على الهوى أعتقد الحلقة اللي فاتت كانت حلقة مميزة جداً في وجود جنرالات اللغة الإنجليزية في مصر وياريت تكون الناس استفادوا بيها النهاردة هنتعامل بقى دلوقتي مع بوكلت في أفكار مميزة أوي الحلقة اللي فاتت عملنا مع الأفكار الطبيعية النورمة الأول اللي بتيجي في الامتحانات دلوقتي نشوف أفكار فيها تريكس كتير ممكن تيجي ممكن تعملك أزمة أنا مش عايزك بس تتوتر من نمط الأسئلة اللي موجود دلوقتي لكن في نفس الوقت لازم تبقى حريص على الدرجة ممكن يجي منهم نقطة نقطتين يبقى فيهم فكرة اتعلمها معايا لو سمحت نعمل إحنا كده كده أصلاً في معظم الامتحانات لازم يبقى عندنا نقاط تميز حوالي مثلاً 15% بيتيس تميز بعض الطالبة فلازم يبقى فيه تريكس ببقى وبعض الهجمانات طبعاً كلنا عارفين أن أنت هتمتحن البوكلت السنة دي هتبدأ الامتحان بسؤال الملطيب لتشويس إيه الاختيارات بتاعتك هتكون غير الاختيارات بتاعت زميلك اللي قاعد جنبك كل واحد نموذج مختلف لكن هي نفس الأسئلة ممكن يكون السؤال نمبر وان عندك هو السؤال نمبر تويني عنده رقم عشرين والاختيارات كمان ممكن يكون أي وبي و سي ودي متبدلين يعني دي عنده هو إيه عندك وهكذا تملكش دعوة حد تلك دعوة بنفسك بس تركز وتشوف وتقرأ وبنقول دايماً نصيحتي في سؤال الملطيب لتشويس لاختيار من المتعدد طول ما أنت بتقرأ كويس الجملة من الأول للآخر هتقدر تحل صح وما تفرحش الجملة تكون شايفة في الورك بوك ممكن تكون هي بالزبط اللي أنت حاللها مبارح بس غير فيها حاجة حط نفي مثلاً غير كلمة في الآخر فأنت معرض أن تجي لك نفس الجملة ومعرض أن يغير فيها حاجة بسيطة عشان كده تخد حذرك وقرأ وترجم للآخر واستبعد الإجابة الغلط نشوف مع بعض كده في بيج نمبر وان في الصفحة رقم واحد السؤال الأوليني سؤال الاختيارات عندنا إن شاء الله في الامتحان سيرتي مالطيب لتشويس تلاتين اختيار من المتعدد خمسة واشر مبنين على الجرامر خمسة واشر مبنين على الكلمات الجملة نمبر وان وطبعاً كل جملة فيهم بهاف مارك نص درجة في الامتحان بالرغم من إن الرجال الشرطة اشتبهوا فيه هنا طبعاً هنلاحظ إن فيه قاعدة اللي جاي بعدها ماضي بسيط نشوف قبلها ممكن يجي قبلها ماضي تام ممكن يجي قبلها ماضي مستمر ترجم وفهم بالرغم من إن الرجال الشرطة اشتبهوا فيه كان قادر أن يثبت أنه كان إيه عندما الجريمة ارتكبت إذن أنا بتكلم عن حاجة كان بيعملها في وقت الجريمة when we speak about an action in the past لما نتكلم عن حدث تم في الماضي وكان بيستغرق وقت أستخدم الباست كونتينواص الماضي المستمر يبقى الإجابة بتاعتها تكون بليتر A بحرف A وما تنساش وإنت بتحل في الامتحان إنك تظل للإجابة بتاعتك طب أنا فرضاً رجعت في كلامي في الامتحان وعايز أجاوب إجابة أنا ما نفعش تسيب الاتنين هتعمل علامة كروس على واحدة في الاتنين عشان تسيب واحدة بس هي حتى لو تزلل على واحدة وعايز تقنسل الإجابة دي يعمل على كروس لازم يعمل على كروس ما تسيبش الاتنين لو سيبت الاتنين الاتنين هيقبوا غلط ويظلل التانية ويظلل التانية بس عادي ممكن يعمل جامعة علامة صحة كمان ما فيش مشكلة يبقى الإجابة الأولى شخصنا جار يعني وقابل كان بيعزف موسيقى طول الليل مبارح أنا لم أحصل على أي قدر من النوم معرفتش هنم ولا أغف وغف وواحدة فقط لغير فهنا بقى طول الليل مبارح برضو بتكلم عن حدث happened at particular time فوقت معين وكمان استغرق وقت يبقى الإجابة برضو was playing past continuous letter a number three yesterday مبارح نيوز بيبرز said الجرائد قالت said that the reported speech كلام مباشر وغير مباشر وطالما الجملة فيها said or told يعني الجملة محولة يبقى لازم الفاعل رقم واحد والفاعل رقم اتنين ولازم يبقى زمن وماضي دايما أنا بأكد عليك طالما السد دي مضارع طالما السد دي ماضي خد انت كمان جوه جملة محولة طب لو بره لقينا just now a moment ago has just said has told will say إذا كان فعلا القول بره مضارع أو مستقبل ما تاخدش المحول طبعا هنا الإجابة مبارح الجرائد قالت أنه not a three year contract أنه هو وقع عقد مدته ثلاثة سنوات فين الماضي بدول عندي had signed وعندي would have signed وعندي was signing طبعا الإجابة بتاعتها تكون had signed وقع باخد الزمن الآدم اللي عندي الموجود اللي هو past perfect number four في page في صفحة اثنين مع بعض جاب لي space وقال لي not he was a student he was writing short stories هو كان بيكتب قصص قصيرة تعال نشوف يا ترى after he was a student بعد ما كان تلميز هو كان بيكتب قصص قصيرة ولا بمجرد أنه كان تلميز ولا بينما كان تلميزا ولا on طبعا هنستبعد on نعمل طبعا استبعاد للكلمات اللي مش عايزينها on عايزة بعدها verb ing طبعا as ممكن ماضي بسيط ماضي بسيط لكن ده ماضي بسيط ماضي مستمر after ماضي بسيط برضو ماضي بسيط أو ماضي تام ماضي بسيط طبعا كل ده ما ينفعش الوحيدة اللي هتنفع يمين while طب سيره حضرتك كنت قيلة قبل كده أنه while بيجي بعدها ماضي مستمر لا ممكن while يجي بعدها ماضي بسيط بشارط أن الفعل الرئيسي يبقى verb to be while I was in Canada while I was in Luxor يبقى طبيعي أن أنا جيب بعد while was where بس وكده تبقى past the symbol عشان كده الإجابة بتاعتها تبقى while he was a student number five we must take action يجب أن نأخذ خطوة to cut vehicle يعني نأخذ إجراءات to cut vehicle after omissions commissions ولا emissions طبعا كلنا عارفين in vehicle emissions يعني emissions اللي هي الإمبعاثات الخاصة بالسيارات number six Dina وقبل space A have been at school yesterday Dina ايه في المدرسة مبارح the list of the absentees اللي هما الغيبين absentees didn't include لم تشتمل على اسمها طبعا واضح أن السؤال ده سؤال ال-deduction الاستنتاجي اللي هو بتاع unit 15 الواحدة الخمستاشر طبعا احنا عارفين المنهج لحد unit 15 الواحدة unit 14 لحد unit 14 ولكن طالما الموضوع متعلق بمصر طالما الموضوع متعلق بكان الحاجات دي خدها على بعضها خد unit 14 وبص بص على 15 فبيقول دينا ايه في المدرسة مبارح قائمة الغيبين لم تشتمل على اسمها يبقى اكيد كانت موجودة ولا احتمال ولا لا يمكن بيقول قائمة الغيبين لم تشتمل على اسمها يبقى اكيد كانت موجودة في الاستنتاج بجيب must have been مؤكد أنها كانت موجودة بلتر A number 7 do you object verbo مهم جدا 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 الأفعال اللي بيجي بعدها infinitive أو 2 plus infinitive وده موجود معنا في بيجو number 3 do you object هل تعترض where else can we go كل الناس عارفة ان object بيجي بعدها جيران دل ING على طول 2 وال ING فتعالوا نشوف هل تعترض ايه الى الغرداء هل تعترض ان يتم استخابك بما ان object بعدها 2 و ING ففي الباسف حضرتك بتقول ING يبقى محتاج being يبقى do you object to being taken هل تعترض على ان يتم استخابك الى الغرداء number 8 I could never have found such a good job انا مكنتش هلاقي وظيفة جميلة زي دي وجاب لي space وقال لي thank you could have will be be طبعا واضح ان ده حالة من حالات F third case الحالة التالتة مؤكد مؤكد حالات F مش هتيجي مش هتيجي في الامتحان لان دي في اليونتز ال 16 وال 17 وال 18 اللي هي العزب بس بنقول ونأكد مرة تانية طالما انت بتامتحان امتحان انجلش يبقى انت عندك تراكمات عندك حاجات خاصة بالسنين اللي فاتت لكن مش تقعد النار دي وتقول انا هذكر اخر ثلاثة وحدات تانية لا 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 خد هدلوقتي للاطلاع فالقول could have never found دي حالة تالتة انا مكنتش هلاقي وظيفة كويسة زي دي if it hadn't been for your help بليتر دي لو لمساعدتك if بعد او ما دي تام الشق التاني could have will be be i would have will be be number 9 however he kept وقاب لي space into the jungle as if there was no danger بيقول لقد استمر في الزهاب داخل الغابة بالرغم من كما لو ان ما فيش اي خطر خالص كلنا عارفين ان kept ده الباست من keep ومبدأ من الفيربس الافعال اللي بيجي بعدها ing is gerund يبقى الاجابة بليتر ب he kept going into the jungle number 10 السؤال رقم 10 في بيدي 4 في صفحة 4 زمان وقاب لي space car was stolen called the police دايما بقولك لما تلاقي في الاختيارات who و whom و who's و that ادي احترام شوية لكلمة who's يعني ايه هي who's اللي هتبقى صحة؟ لا مش دايما انا بقولك احترامها شوية بمعنى يعني تخلي لها اولوية شوية في الاجابة اعمل لها اختبار بسميه اختبار who's ازاي هتلاقي قبل ال space اسم وهتلاقي بعد ال space اسم وبينهم علاقة يبقى الرجل الذي سيارة سرقت ولا سيارته بتاعته يعني يبقى في ملكية يبقى who's car was stolen لان ما يفعش اقول الرجل اللي زي سيارة لازم في علاقة من الكابل الاتنين يبقى letter c who's 11 she's really a good friend and she و جاب لي space to send me a letter each month هي بتكون good friend الصديقة جيدة ليا and she وهي ايه تبعتلي جواب each month كل شهر طبعا واضح قوي ان الجملة هنا present مضارع طالما مضارعي بقى انا هكمل على نفس النمط يبقى never fails ودايما بتبعتلي رسائل يعني ما بتبطلش رسائل معايا يبقى لي جاب letter b never fails علي got his credit card وجاب لي space اكيد بكرة في سؤال ان شاء الله على الكوزيتف السببية get وبعدها اس هاتو المصدر اللي هو جملة عادية i get مستر احمد to help me انا جعلت مستر احمد يساعدني مستر احمد درو ايه يا ولاد هو اللي هيساعد ولا هو اللي هيتمه مساعدته بما ان حضرتك اللي هاتساعدني يبقى get والشخص to i got my car serviced انا حصلت على سيارتي مصلحة يعني انا اللي هصين عربيتي ولا عربيتي هيتم تصيينها دايما نبص على الاسم اللي جاي بعد get و have لو الشيء ده هو اللي بيتعمل خليه passive مبني للمجهول حط تصريف ثالث لو هو اللي بيعمل زي ما قلت i get احمد كزا جيب to يبقى get والشخص اللي بيعمل to get والمفعول و مبنيه المجهول يبقى تصريف ثالث فهنا بقول علي got his credit card credit card بتاعته هي اللي هتغير واللي هي اللي هيتم تغيرها طبعا دي غير عقل أصلا يبقى لإجابة changed لأنها passive 13 جملة رقم 13 في بيج 5 في صفحة 5 ذا وقبل space قال لي use the ladder استخدم سلم to reach the top floors of flats مين اللي استخدموا سلم عشان يوصلوا سطح الأدوار للشقق fire fighters fire brigades ولا fireworks ولا fire alarms مين اللي وظيفتهم من هما يوصلوا للأسطح العلوية للشقق طبعا fire fighters في حالات الحرائق أو حالات الامرجنسي يبقى بلتر ايه the book الكتاب نقط well الكتاب ايه جيدا بقولك الورق ده يجب ان يراجع النهاردة جيدا واحد يقول لي يجب عارفها must اقول له تمام يقول لي have to اقول له تمام يقول لي has to اقول له اوكي يقول لي بس انا معرفش حكتين اقول له لا فيه verb to be لو جاب بعدي to يبقى معناه يجب علي is to study يبقى علي يجب ان يذاكر فانا لو جبت verb to be بعدي to والمصدر يبقى ده معناه يجب ان هنا بقى الجملة الكتاب يجب ان يراجع ولا يراجع يراجع الكتاب ده بس في هنا يبقى الاجابة بتاعتي is to be revised طب ليه حضرتك استخدمت بي لان to والمصدر اي فعل بيجي بعدي infinitive او to infinitive حط بي والتصريف التالت يبقى الاجابة letter be is to be revised number 15 she asked me سألتني whether there before طبعا whether هنا بتيجي مع جملة الاستفهمية هي او if بمعنى لو احنا لسه في page 5 هي سألتني whether ما فيهاش الـ inverted commas اللي عندك يبقى الفاعل رقم واحد والفاعل رقم اثنين والزمن وماضي فين الفاعل i had been و i went و i had had يبقى الاجابة عندي i had been وعندي i had had ترجم بقى هي سألتني لو انا كنت امتلك هناك من قبل ولا ذهبت هناك من قبل يبقى i had been اللي هي بلتر a number 16 i will ويجاب لspace i will a you on saturday morning it will let you know the result of this interview i will connect communicate contact attach يعني ايه connect الاولى يوصل حكتين ببعض communicate يتواصل معه contact يتصل وخلي بالكم communicate عايزة preposition عايزة حرف جر لكن contact مش عايزة حرف جر attach معنا يرفق يبقى i will contact you سوف اتصل بك يوم السبت صباحا يبقى الاجابة هتكون بلتر سي contact نروح مع بعض الpage 6 لصفحة 6 مع بعض don't return until you have accomplished your لا تعود حتى تنهي your حتى تنهي your session mission tension procession procession الاخير دي طبعا يعني موكب لا تعود قبل ان تنهي your mission المهمة المنوطة بك الحاجة اللي انت مكلف بيها يبقى mission بلتر بي وكلمة مهمة جدا نروح he is a وجاب لي space a note of the royal college of surgeons هو ايه لكلية الملكية او الجامعة الملكية للجراحين واخدنا في المنهة الكلمة مين fellow fellow يعني ايه رفيق اللي هي بلتر سي طبعا عارفين برضو فيلو طويلر صديقك الكادح طويل يكتهد او يكدح وطويلر شخص كادح يبقى الاجابة بلتر سي فيلو number 19 you might find ربما تجد it a to consult a financial advisor you might find it worthwhile ولا freelance ولا pressured ولا conscientious طبعا كلمة مهمة جدا كلمة worthwhile وكلمة conscientious الاخيرة ديت يعني انا لو بحطها انا امتحان سنوية عامة انا اجيبها بكرة في الامتحان هي او كلمة sociable العلم معاك كلمتين دول sociable وconscientious ممكن واحدة فيهم تيجي بكرة sociable ده شخص الاجتماعي اللي هو كان get on with اللي يقدر يتواصل مع الاخرين conscientious الشخص ده الحي الضمير اللي عنده ضمير اللي هو works hard اللي بيشتغل بقوة وباكتهاد يبقى الاجابة هنا عندي هتكون you might find it ربما تجد هذا الام worthwhile يعني worthwhile يستحق مجزي يبقى الاجابة بلتر سؤال نمبر 20 20 نروح نمبر 21 السؤال رقم 21 في بيج 8 في صفحة 8 مع بعض it may be necessary ربما يكون من الضروري to ease a patient to intensive care للعناية المركزة ربما يكون من الضروري an ايه المريض الى العناية المركزة دايما لو في حد عندك مريض وحالته الصحية ضعيفة او صعبة لازم نعمل في ايه نودي يعني ايه يودي او ينقل move move ولا remove لا يا باش remove يزيل ياخد حد من مكان يشيل حاجة من مكان لكن move ينقل يبقى الاجابة بلتر سي move what's the note between amateur and professional مال ايه بين هاوي ومحترف destination distinct distinctive destination مهم جدا انك تبع عارف الفرق بين اول تلات كلمات ده الفرق والاختلاف وده النون distinct دي صفة تمام و distinctive برضو صفة طبعا distinctive معناه مميز تمام الاجابة بتاعتي يكون letter a what is the distinction مال اختلاف في ذا قبل النوع number 23 amber is a semi precious stone that's actually وجاب لي space ساب تمام بيقول الرخام هو عبارة عن semi precious stone هو حجر كريم that's actually واللي عادة واللي حقيقة حقيقة ايه ساب هو عبارة عن عصارة ايه ده نوع من انواع العصارات المتصلبة طبعا الاجابة hardened hardened ساب العصارة المتصلبة الاجابة بتاعتي هتكون ب letter c اللي بعضه number 24 that was the most طبعا احنا في page 9 that was the most جاب لي space وقال لي film i have ever seen ده كان ايه فيلم ايه انا شفته في حياتي ده اكتر فيلم depressive طبعا احنا اخذين ان كلمة depress يجعل الشيء مكتئبا كلمة depression الاكتئاب او فترة الكساد depressive مسبب للاكتئاب ده اكتر فيلم محبط بالنسبة لي يبقى depressive طبعا انا قلت depressive ده انا اللي مكتئب او محبط number 25 what do you think ماذا تعتقد نوع جزا teach you to fall افعال الكوزتف برضو لقطة مميزة في ناس عارفة ان افعال الكوزتف have و get لا ممكن يبقى cause والمفعول و to المصدر ممكن يبقى allow والمفعول و to المصدر ممكن يبقى let و make و have والمفعول والمصدر يبقى let و make و have اجيب بعدهم اسمه و مصدر لكن allow لكن كلمة cause كلمة get في حالة الاكتف الجملة العادية اجيب to والمصدر يبقى الاجابة بتعتي what do you think cause is a statue to fall ما الذي تسبب في ان يقع التمثال 26 I haven't seen my cousin لم ارى ابن عمي في انجلترا for 5 years لمدة 5 سنوات او بنت عمي I'm sure she انا متأكد ان هي ايه طمام بقى لي 5 سنين مش افتاش انا متأكد ان هي هتكبر ولا هتكون كبرة انا دلوقتي هقابلها النهار ده اول يوم من 5 سنين فانا واثق انها هتكبر لما شوفها ولا هتكون كبرة خلاص ده مستقبل تام شيء سيحدث ويكتمل قبل الوقت اللي هنتكلم فيه يبقى الاجابة will have grown بلتر سي number 27 27 في page 10 في صفحات عشرة we accept graduates نحن نقبل خريجين طبعا كل الناس عارفة ان graduate في graduate in وgraduate from graduate in زائد التخصص graduate from زائد المكان حاسب graduate لو قبلها a بقت a graduate يعني خريج او بقت graduates يعني خريجين جمع طالما هي اسم البروبوزيشن بتاع حرف الجارة هيبقى of number 28 I'm eager انا متحمس جدا to know you're not routine متحمس ان انا نعرف روتينة كل اسبوعي weekly بليتر دي weekly اسبوعي daily yearly 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 monthly شهري اخرهم الا why وهما صفات number 29 it's a common that education had the power to advanced countries بيقول انه اعتقاد شائع بان التعليم لديه القدرة او هو دايما الممول والطاقة الاساسية للدول المتقدمة it's a common لو مستر احمد القعد قدامنا دلوقتي خايف يبقى مستر احمد is frightened لو مستر احمد هو اللي بيسبب الخوف يبقى مستر احمد is frightening مخيف يبقى مخيف هو اللي مسبب يبقى اللي بيشعر بالشيء دي اللي بيسبب ing ملهاش علاقة بعاقل او غير عاقل ده قولا واحدا فانا بقول wasn't that very ألم يكن ذلك الامر مرتبكا يعني الامور دي هتبقى مرتبكة ولا مربكة مربكة يبقى اخو الاجيكتف اللي فيها ing يبقى confusing ودي اخر جملة في 30 multiple choice في 30 جملة الاختيار من متعدد المفروض ان السؤال اللي بعد كده يكون read the passage then answer the question اقرى القطعة واجب على الاسئلة كلنا عارفين ان السؤال بتاع comprehension بتين ماركس عشر درجات كل سؤال بوان مارك بدرجة هيجي لك ست اسئلة multiple choice اختيار من متعدد لازم تجاوب سؤال واحد لازم تجاوب اجابة واحدة ما ينفعش حل اخر ثم 4 open ended questions اربع اسئلة عاديين وتقدر تعمل حل اخر فيهم السؤال اللي تشك فيه اعمل له حل اخر جالك كلمة صعبة ما انتش عارف معناه guess خمن القطعة لازم يكون فيه سؤال extracting information بيستخلص المعلومة من القطعة انت مش طالب في ابتداءة والاعدادة يمستنى الاجابة تكون موجودة في السطرة فتعلم عليها ومع ذلك في اسئلة بكرة في الامتحان هتكون الاجابة بتاعتها في القطعة فهتعلم عليها وتمقلها وفي اسئلة critical فكر حط الاجابة شاكك فيها اجابة اخرى شاكك فيها كمان اجابة اخرى المشكلة ما تضيعش انت ليك تصريح انك تعمل بدا ممكن يقولك give the title of the passage اديني عنوان ليها give a suitable title ممكن يجيب لك يقولك انا عايز منك synonym يعني ايه synonym مراضب هتكلمة وديني معناها يجيب لك مضاد هتلعكس الكلمة دي find in the passage اوجد في القطعة تمام يجيب لك كلمة يحط تحتها خط ويقولك what does the word refer to يمكن يجيب لك الكلمة زي مش كلمة كبيرة جدا بقى ناس اول ما بيشوف كلمة زي دي بتدور على اي حاجة عاقل جامعة ممكن زي دي تكون تدول على cars السيارات factors المصانع الجامعة يا جماعة سواء عاقل او غير عاقل بيعامل معاملة الجامعة بياخد زي فتشوف الكلمة تحتها خط وقرى السطر اللي قبلها ممكن يطلب منك paraphrase يعني ايه paraphrase لخص لخص الفقرة دي illustrate اشرح summarize يعني ايه summarize لخص برضو الامور كل دي اسئلة متوقعة نتيجة في الامتحان والاكيد what do you think مرأيك اكتب يا بشا قول I think وعيش الا لو قالك according to the writer تبقى لكلام الكاتب يبقى انت مجبر انك هتطلع على القطعة من الاجابة منين from the passage من القطعة ومالكش حل اخر دي لازم الاجابة تكون موجودة خد بالك من الاسئلة اللي فيها حسابات عمر وسن مثلا يقولك الراجل ده تولد في سنة كزا وتخرج في سنة كزا وديلوقتي هو شغال بقى له عشر سنين تمام ويقولك احسب حاجة معانة لازم تكون قادرة الحسابات اهم حاجة بس ما يجيبش 20 eyes اهم حاجة ما يجيبش 20 eyes دي عشرين عين دي عملت مشكلة كبيرة في سنة كبيرة في سنة وخد بالك ما تتوترش لو في سؤال في القطعة يحتمل اجابتين او اكتر من حاجة الناس بتبقى رؤوفة جدا بطالب سنة كبيرة وبيبقى في كلام ونظرة لها على طول بعد الامتحان عشان وقتنا القطعة مش هنقدر نحلها كلها دلوقتي تمام لكن لازم تشوف النبط بتاعها الشكل بتاعها قدامك ست اسئلة multiple choice ثم بعد كده بيجي لك 4 open ended questions 4 اسئلة عاديين نروح مع بعض ليه بيج لصفحة 17 صفحة 17 مع The prisoner of zinda سجين zinda احلى حاجة في الامتحان عشان كده دايما بقول لك relax ايه ده يا لو تحب تبدأ انت الامتحان بتاعك بThe prisoner of zinda تشيل التنشن بتاع اول الامتحان بالقصة تبقى حاجة هيلة جدا نقول مع بعض السؤال الاول مع مصر رحمة نشوف كده الاسئلة بتاعت النوفل مع بعض نشوف كوريكت انسر نمبر 939 هاود راسندل بنيفت فروم فيزتين كيف استفاد رودرف راسندل من زيارة الاميرة اللي خلا يروح عندها اصلا يا ترى عشان تتجوزه توافق تتجوزه كان عايز يكسب شعبية كان بيتكلم معها بيحب يعود معها يعني ربما تحب يعني لو راح طبعا لا راسندل عشان حاجة واحدة فقط لغير كان عايز يكسب الدعم بتاعها ودعم بتاعها لأنها محبة بلد الفقراء جميل نمبر نمبر 40 روبرت قلد مايكل بيكوز روبرت قتل مايكل ليه اللي خلا قتله كان بيكرهه مايكل كان بيكلمه بشكل مش كويس ولا هي لابد أنتوينت كان بيحب أنتوينت هي بينك وبينك تتحب يعني صراحة ولا روبرت صوت في الريورد ولا روبرت كان بيفكر في المكافأة طبعا روبرت كيلد مايكل قتل مايكل لأنه كان بيفكر في الريورد كان فاكر إن روبرت الفرسند اللي هيوافع على السجيسشن الاقتراح اللي عمله وهو يفضل ملك وهيديله مكافأة فعشان كده قتل مين مايكل يبقى الإجابة هتكون بليتر دي روبرت صوت في الريورد نجيب بيجي نمبر 18 صفحة 18 ويقولي وتركزه في السؤال ده عشان عمل كونفيوجين كبير قوي عمل كونفيوجين كبير جدا عن ناس كتير وناس كتير ما عرفتش الترجمه من أعلن اسمن نملي أنه ملك روبرت كلنا عارفين اللي حضر الكورنيشن التتويق مين روبرت الفرسند تمام مين اللي حضر التتويق وبقى هو الملك روبرت الفرسند لكن مين اللي أعلن اسما وليس حضورا روبرت الفر روبرت الفر روبرت الفر روبرت الفر روبرت الفر روبرت الفر كينجو بروريتانيا اتقالت نصا كده يبقى الإجابة روبرت الفر بليتر A هي الإجابة سابت كان مستخبي في الغابة هو روبرت رسند وكان ماشي وراه ماكس هول في ديوك مايكل ولما وقفوا محترين يا تارة صعب علي ماكس وقالك ده ماكس ده شخص بريء ولا أدرك أن مايكل يستحق القتل ولا he was afraid of punishment كان خايف من الإعقاب ولا it wouldn't have helped the king at the moment ولا الكلام ده لو عمله ما كانش هيساعد الملك في حاجة أعتقد الإجابة letter D it wouldn't have helped the king عمر ده ما كان هيساعد الملك في أي شيء جميل نجيب البيج اللي بعد كده البيج نومبر 19 ونشوف مع بعض بقى critical thinking the first one هي دي الأسئلة العالية بقى legality الشرعية كانت مع الملك ولكن popularity الشعبية مع دوك مايكل illustri اشرح كلمني عن social classes عن الطبقات الاجتماعية اللي كانت موجودة في روريتانيا قول لي مين supported مين كان بيدعم مين طبعا أقول هنا legality was with the king الشرعية كانت مع الملك هقول رودولف إلفبرغ what the elder brother كان الأخ الأكبر so he deserved to be the king لذلك استحق أن يكون الملك but he was a distant king كان ملك منعزل but he left the broad كان عايش بالخارج الوطف فيبل didn't know him ناس كتير ما كانتش تعرفه but دوك مايكل was very popular with the poor كان محبوب لدى الفقراء وشعبية he cared for them كان بيعتني بيهم ويعتني بيهم he gave them hope for a better future أعطاهم أمل لمستقبل أفضل so they hoped for a change كانوا بيتمنوا أن يحصل تغيير يبقى أقول الشرعية مع الملك because he is the elder brother لأنه الأخ الأكبر ولكن الشعبية مع دوك مايكل because he gave them a lot of poor people supported Duke مايكل because he gave them أعطاهم hope الأمل for a better future لمستقبل أفضل جميل the second one how do you think مايكل's men discovered سابت's plan for the coronation طبعا ما ننساش أنه بيقولك جاوب 2 من 3 ما فيش الكلام ده أجاوب 3 على طول اللي يجي قدامك خده how do you think كيف تعتقد أن رجال مايكل اكتشفوا خطة سابت ما تقلتش في القصة لكن احنا بالعقل كده مين اللي كان موجود ويقدر يوفشي كل الأسرار مين اللي overheard their plan مين اللي سمع خطتهم مين اللي كان tied with 100 kerchiefs مربوط بالمنديل مين اللي كان دايما بيحب دوك مايكل وشغالة عنده أكيد I think يوهان the mother أعتقد أن والدة يوهان who told دوك مايكل أو مايكل زمن about the plan أعتقد أن والدة يوهان هي اللي أخبرتهم كل ده جميل the third one الناس بيموتوا قدامها number two number three she had a great argument حصلت على جدال ونقاش كبير with Duke مايكل when she heard about لما سمعت عن his evil plans الخطط الشريرة بتاعته ما عجبهاش الخطط بتاعته فحصل بينهم مشكلة عشان كده أخبرت رودولف راسندل لكن الإجابة السهلة قوي she doesn't like to see people being killed in front of her ما بتحبت تشوف حد بيموت قدامها جميل نشوف مع بعضك هنا page number 20 وده سؤال الديالوج وقبل ما نبدأ في سؤال الديالوج ده مستر محمد عايزين نشوف لو عندك بعض الفنيات أو اللمسات اللي احنا ممكن نقولها للطالب اللي ممكن يقع فيها الخاصة بسؤال الديالوج سؤال الديالوج النصيحة الأساسية اعتبر نفسك واحد من الاتنين اقرأ الجملة اللي فوق الأول شوف مين الاتنين اللي بيتكلموا عيش المحادسة اقرأها كلها الأول شوف انت لو ما كان الرجل ده هتسأل وتقول ايه وخليك familiar خليك عادي خالص اسأل أسئلة طبيعية أداة استفهام فعل مساعد فعل وفعل رئيسي جاوب yes or no جاوب إجابات مختصرة مش لازم تكالكع الدنيا اعتبر ان انت واحد صاحبك بتتكلمه لو انت مدرس عيش دور المدرس لو انت دكتور عيش دور الدكتور وشوف انت لو في الوضع ده هتسأل تقول ايه راجع لجراماتيك المستيكس الأخطاء بتاعتك وانت بتسأل لو فيه إجابة بyes or no تسأل بفعل مساعد عشان يبقى معناه هل لو فيه في الإجابة ما كان اسأل بوي في في الإجابة سعر اسأل بhow much وهكذا زي ما مصر رمضان في الحلقة اللي فاتت اضاف وقال للأمور دي كلها تركز معايا السؤال الديلوك ده بسكس ماركس بست درجات متاحين في إيدك وعلى فكر ليه حل آخر اعمل حل واتنين لو فيك جملة أو فكرة في دماغك واناكد تاني وتالت ورابع لو عايز تسأل سؤال واخره في فلسطوب قول دايما I want to know أو I wonder واجيب أداة الاستفهام ثم فاعل وفعل ما تجيبش فعل لمساعد بقى خلاص I want to know انا قريب ان اعرف where علي was born لما قلش تمام دي الأعطاءات مهمة جدا جدا عندك في الديالوج هنا عندي بيقول اكمل supplying missing parts in the following dialogue A و B ومش جايب لك أسامي يعني are at the mall الاتنين في المول I have never seen such a big mall بيقول له انا عمري بشوفت مول كبير او زي ده فبيقال له حاجة واماله where should we have start طب نبدأ منين واضح قوي ان الكلام اللي تقال مش مأثر في اللي بعد كده واضح انه هو نتيجة للكلام اللي تقال فوق فهيبقى agreeing يا اما disagreeing يا اما اتفاق يا اما عدم ايه اتفاق طبعا واضح انه هو منبهر فيقوم اقول له مثلا ايه wow you are right كلامك مظبوط I agree with you I couldn't agree more كل دي موافقات قال له فعلا كلامك مظبوط انت كلامك صح فبعد كده ام اقول له حاجة and see how far we get هو الاول طبعا قال له you are really كلامك مظبوط you are really right where should we start نبدأ منين فا ام اقول له حاجة and see how far we get كذا ونرى how far ما مدى المسافة اللي هنقدر نوصل لها يعني هنروح نمشي منين فامراض دي علي تحت عمله level 3 المستوى الثالث او الدور الثالث عايزنا نبدأ من الدور الثالث دايما يا ولاد لما تلاقي الايجابة بدأ بحاجة وجبها exclamation mark علامة تعجب خليك متأكد ان الكلام بدأتقال في الجملة اللي قبلها يعني هاتو تاني في الجملة اللي قبلها يبقى اكيد الراجل اقترح واقترح اخر فلسطوب يبقى let's start هيا بنا نبدأ on level 3 تعالى نبدأ من الدور الثالث فامياله level 3 وامساله سؤال امياله level 1 and 2 الدور الاول والتاني are for houseware للمستحضرات المنزلية why level 3 بينما المستوى الثالث او الدور الثالث is for electronics للالكترونيات يبقى هو لما تعجب وقال له اش معنا الدور الثالث طب ليه مش الدور الاول والتاني يبقى مثلا why not level 1 or level 2 ليه ما نروحش level 1 or level 2 يبقى الاجابة why not level 1 or level 2 قالوا level 1 and 2 are for houseware دول عشان المقتناط المنزلية بس احنا رايحين للالكترونيكس قالوا I see اي واي واي وانا فاهم وامياله حاجة قالوا I see وامياله let's وعمل اقتراح امراضي دعلي قالوا I have never used electric stairs انا عمري ما استخدمت الاسكليتر اللي هو السلالم الكهربية من قبل it will be great fun ده هتبقى متعة جدا واضح ان هو وافق على الاقتراح طب الاقتراح خاص بايه بالelectric stairs يبقى let's واجب بعدها مصدر let's use electric stairs يبقى let's use electric stairs قالوا look at this جورجياس موبايل بص على الموبايل الرائع ده I have to have it انا عايز اشتريه tell me how it look ما تقول لي ايه رأيك فام راضد عليه ام اقيله حاجة بس الرد هنا بسؤال قالوا it's a unique smart phone ده تليفون smart مميز جدا من التليفونات الحديثة what do you think انت رأيك ايه فواضح ان اللي قابليه ما كانش عارف ليه اصلا فبالتالي هو كمان عايز يسأل بيقول له مثلا ايه اللي عجبك فيه طب اش معنى ده اللي انت اخترته يبقى ممكن يقول له what's special about it يا طر ايه المميز عن التليفون ده قال له ده تليفون يونيك ده تليفون رائع جدا فاميكمل كلام وامقيل له what do you think طب انت رأيك فيه ايه اامقيل له حاجة but it must be expensive قال له كذا بس ده شكله غالي اوي طبعا واضح انه قال له شو page number twenty two twenty الصفحة اللي بعدها في twenty one فاكيد رد عليه قال له wonderful رائع it's a beautiful design ده ده تصميمه رائع جدا يبقى it has a beautiful design او كيف هي تقول له wonderful مثلا رائع لانه هو بيقول له رائعك في التليفون ايه قال له نوتة تقول just one thousand five hundred باونس ب1500 جنيه قال له really get two هتلينا اتنين my first day will be tomorrow عين ملادي هيكون ده كان الديالوج اللي موجود عندنا هستشفي من كده ان انا ممكن احل النقطة بنقطة اول باول ولا المفروض ان انا اخد overall view افضل حاجة ان انا اخد overall view او لو هشتغل نقطة بنقطة نقطة بنقطتين يعني السؤال واخده نقطتين اللي بعدها على الاقل دايما يا جماعة فيه sequence فيه تسلسل باول لازم يكون فيه coherence تماسك لازم الالقة فيه حاجات ممكن تديك الاجابات اللي فوق اه طبعا لازم هتبقى الموجود الاجابات اللي فوق بعدها جميل لازم يساعدت فيها تمام ماشا ننتقل لبيتج number 21 21 وبعد كده عندنا سؤال الparagraph معي وطبعا نحن بيجيب لنا موضوعين بنختار منهم واحد واحد انا عايز قبل ما نبدأ فيهم برضو لو فيه اي لمسات او فنيات بالنسبة للسؤال ده ياريت نوضحها لطلابنا طبعا نصيحة انا قاعد من الاول بقولك اي سؤال في حل اخر اعمل حل اخر الا الparagraph عشان احنا بنقابل ناس تقولك انا هضمن الparagraph وهعمل موضوعين ليه هتضيع وقتك ليه ده على الparagraph عشان تعمل الparagraph محترم يعني من 15 ل 25 ديئة هتضيع وقتك ليه وتعمل الparagraph تاني مش هيديك جملة زيادة مش هيديك درجة زيادة طب اكتب كم جملة يسير من 12 ل 15 السطر بتاعك هسيب المسافة الاولانية 2 سنتيمتر بوساط كده في البداية وابدأ بحرف الcapital والحرف الcapital يكون اعلى حرف في الجملة الحروف الcapital دايما اعلى من الحروف السمود ويسيب مسافة بين كل كلمة والتانية خطي سيئ جدا يا سيئ وخايف هينقصوني عليه سيب مسافة بين كل كلمة والتانية بحيث انه يتقرأ انا مش عايز لين انا عارف اقرأه لكن تقعد تكتب لي مشابك برحتك بس انا عايز حاجة تتقرأ حلوة وحش تتقرأ هيحزبك على الجراماتيكا المستيكس هيحزبك على البنكشويشن ماركس علامات الترقيم في اخر كل جملة فولستوب لو هتعمل حاجة تعجبية الكومة ما ينفعش تبدأ في اول الجملة ما ينفعش عليك حاطتلي في اول الجملة فولستوب طب يا سير السطر خلص مني والكلمة تقطعت ليه حضرتك يعني نظرك ضعيف ما انت بصص على السطر من البداية شوف الكلمة هتوصل معك لإيه يعني الكلمة اللي هتكتبها دي السطر هيكفيها ولا لا لو مش هيكفيها سيبها وكمل تحت ملاش حطة انك تقسمها وفي وسط السطر تم حطت الهايفن وتقوم يكمل تحت لا 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 بلاش كده شوف من الاول هتنفع ولا لا فولستوب سيب مسافة في الاول خدوا باراجراف واحد على بعضه اهم حاجة ممكن يجيلك موضوع ايجابي الموضوع الايجابية العادية خالص بتاعتك الصناعة التعليم اصلاح التعليم كل دي مواضيع ببازيتيب ممكن يجيلك موضوع ناجاتي في موضوع سلبي زي كورونا فيروس ديسيز زي الفساد ممكن يجيلك ده موضوع كرايزيز عزمة المياه ده موضوع كبير جدا وموضوع مهم 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 الحاجات دي ممكن تيجي فانت تعمل حسابك في المؤدمة ايوة يا سير هاحفظ بقى مؤدمة الموضوع الايجابي والموضوع السلبي زيرو زيرو ايه سير ما تخدينش ايوة زيرو محدش هيقرالك اللي انت بتقوله ده مش حاجة اسمحفظ مؤدمة موضوع ايجابي ومؤدمة موضوع سلبي انت اعمل مؤدمة موضوع ايجابي المواضيع الايجابية يدي له احساس في البداية ان الموضوع ده موضوع مهم تكتب بسلوبك اه وانه has a lot of advantageous ان الموضوع ده لديه كثير من المميزات that benefits us المميزات دي بتفيدنا في حياتنا in our daily life لو هو موضوع سلبي it has a lot of disadvantageous لديه كثير من العيوب that affects our life badly بتأثر على حياتنا طب لو موضوع بقى mixed placing نعمة ونقمة يبقى اقول it has a lot of pros and cons يوجد لديه الموضوع ده كثير من المميزات والعيوب we should benefit from يجب ان نستفيد from the advantageous and avoid the disadvantageous اهدي مؤدمات مش من الموضوع بس تنفع لكن انت تقول لي بقى احفظ مؤدمة موضوع ايجابي وموضوع سلبي ولا حد اهديك اي درجات فيها يعني الparagraph ممكن يجي من موضوعات لا علاقة بالموضوعات اللي درسها في المنهج ممكن طبعا ممكن يجي على current events وممكن يجي على current events الonline learning او distance learning طب ايه اهم الموضوعات اللي في المنهج بتاعهم اللي احنا ممكن يعني طبعا ما ينفعش حد يقولك ده جاي بكرة لا 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 لكن احنا ممكن نفكر ونقول ايه اللي ممكن يجي ممكن نقول لحضرتك education reform اصلاح التعليم اصلاح التعليم ده موضوع مهم جدا ال local products المنتجات المحلية وال small projects الinvestment الاستثمار water crisis ازمة الماء ازمة الماء دي مهمة جدا جدا وممكن بقى يجي لك موضوع فاضي خالص كده ويقولك اكتب عن reading sports الرياضات القراءة طبعا الطلبة بقى اللي حفظة مؤدمات هتزعل فدعا لان هم عاملين حساب ومؤدمات ايجابي وسلب اهو جالك موضوع ولا ايجابي ولا سلب فهتكتب فيه ازاي فانت حضرتك تهدى كده وتركز ان شاء الله على المواضيع بتاعت الخاصة بيه ال water crisis والإيجيكيشن التعليم اللي موجود عندك دول مهمين اوي 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 الو بريفنشن is better than cure الوقاية خير من العلاج كده تكتب عن الهلس عن الصحة على طول واتدخل بقى جملتين ثلاثة عن كوفيد ناينتين وعن الماسكس الكمامات وعن ان هو بنادمك جائحة وهكذا طبعا الكلام ده بقى دي كل البراجرافات المفهودة اللي هو حالة على مدار السنة المفروض اه والمفروض ان هو النهاردة كله اصلا النهاردة كله للبراجراف وكلمات الترانسليشن جميل طيب بالنسبة لترانسليشن بقى قبل ما نبدأ فيها برضو ايه الحاجات اللي ممكن نعمل علىها stress طبعا لازم تبع عارف انه بيجي لك two sentences جملتين في الامتحان from English into Arabic ولازم اتحلهم اجباري اختياري كل درجة فيهم بone and a half marks بدرجة ونص لازم تحلهم اجباري الجملة من انجليزي العربي تمام دايما ابدأ بفاعل وفاعله مفاول تمام كده تمام الجملة من عربي الانجليزي هقولك دلوقتي هتعمل معها ايه بالامثلة اللي قدامك لكن اهم حاجة يكون عندك حصلة بوكاب حصلة كلمات كويسة يجي لك كلمات من الموضوعات العامة ما تقلقش مش دايما الترجمة بتيجي معقدة زي ما انت متخيل ممكن يجي لك كلمة ما انتش عارفها افتح قوس وكتب المعنى شاكت شرطة ميلة وكلمة كمان شاكت شرطة ميلة ومعنى كمان ما تعقدش نفسك في الكلمة حاول guessing حاول guess to guess حاول خمن ان انت المعنى هاتوا من سياق الكلام ما تقلقش هتلاقي الدنيا سهلة بالنسبة لك ان شاء الله وتبدأ تتعامل معها بيدو اهم حاجة النهاردة تبدأ تحفظ كمية كلمات كويسة اي كلمة هتعدي قدامك بص عليها ممكن تلاقي موجودة بكرة ان شاء الله في الامتحال لكن زي ما بنشوف دلوقت في بيج في صفحة 22 ترجمة مثلا in the present financial climate all people are struggling to survive ابعد عن الترجمة الحرفية مش اي ترجمة حرفية اي كلمة قدامك تقوم بترجمة in the present financial climate يبقى هقول في المناخ المالي الحالي all people are struggling فين الفعل اللي هنا are struggling ده مضارع يبقى يكافح جميع الناس to survive من اجل البقاء او الحياة يبقى هقول في ظل في ظل في خلال بسبب المناخ المالي الحالي او الازمات المالية الحالية دي بتحرك منين كلمة الازمات دي مش موجودة الهدف في الترجمة المعنى ولا يسى الله الترجمة فن شوف معنى الجملة ايه وكتبه مش لازم تترجم الكلمة حرفيا يبقى هقول في ظل الجو المالي الحالي او المناخ المالي الحالي يحاول او يجاهد او يناضل كل الناس to survive من اجل البقاء number two one of the main advantages of this hotel is that it's comfortable and luxurious one of يعني واحد من سير ينفع قولها احد ينفع تقولها احد يبقى هقول واحد من المميزات الرئيسية of this hotel لهذا الفندق is that انه it's comfortable ما ينفعش اقول ان هو خدها انه انها انهم دايما ارفق الكلمات ببعضها يبقى احد اهم من المميزات هذا الفندق انه comfortable يعني ايه مريح and luxurious وفاخر تمام كلمة مهمة جدا جدا دي ودي translation مهمة نروح بعد كده لي الترجمة اللي بعدها from Arabic into English ودي بيجي لك اتنين اختار واحدة منهم ما عنديش انا الكلام هحل الاتنين وهو بقى يختار يجب على الوالدين توجيه ورعاية ابنه ليواصله رحلة الحياة بامان اي طالب مستعجل هتلاقيه بيقول لي should own parents supervise and care يا ابن اخدت على بس انت ايه اللي بتعمله ده بقى بترجم يا سير حضرك اللي مكتوب انا قلتلك تبدأ الجملة بفعل دي ترجمة من عربي الانجليزي لازم تبدأ بالsubject عمر جملة انجليزي ما هتبدأ بفعل الا اذا كانت passive مبنية للمجهول فمحدش يقول لي يجب على الوالدين should parents لا 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 يا باش هتقول انت ايه our parents أو parents الاباء should يعني يوجه direct direct او supervise يبقى هقول parents should direct او supervise and care for their sons او their children عشان يبقى الموضوع عام ما هو الاباء مش ههتموا بالولاد ويسيبوا البنات فابناءهم هنا الشمول فيها يديك مين الاطفال يبقى هقول parents should direct and care for their children اللي يواصلوا اللام دي يتخليها to plus infinitive يتخليها four وجيرا يبقى هقول parents should direct and supervise او should direct and care for their children ليواصلوا to continue رحلة الحياة بامان رحلة الحياة يبقى الصفة تسبق الموصوف يبقى to continue their life journey safely بامان الحال اللي بييجي بعد الverb بيكون اخره اللي واي اذا لم يكن irregular اقولها مرة واحدة parents should direct and care for their children to continue their life journey safely الجملة الاخيرة عندنا ندرة المياه قد تكون سببا في اندلاع الحروب بين الدول في المستقبل فين السبجيكت اللي هنبدأ به ندرة المياه يعني ايه ندرة المياه water secrecy water secrecy دي ندرة المياه يبقى اقول a water lack water secrecy قد تكون سببا may be ربما تكون سببا a reason for او a cause of اندلاع الحروب بين الدول شوف انا ممكن اشيل كلمة اندلاع دي خالص خالص وتبقى water secrecy may be a cause of wars شلنا كلمة اندلاع ما اصرتش في المعنى خلاص وممكن اقول cause of the break out of wars between countries او among countries in the future بس هنا ليه طرقية تانية في الترجمة لما تلقى اولاد في المستقبل في مصر حديثا مؤخرا ادى بيهم الكلام وهم ايه ليه هتبقى حلوة دي in the future في المستقبل وهم عامل كما ها water secrecy may be ربما تكون a reason for wars among countries بين الدول جمل سهلة جمل بسيطة اعتقد بوكلت كان مهم جدا جدا يفوقك شوية ويخليك تبص على الجمل بمنظور تاني كميل ده كان البوكلت يعتبر بمواصفات الامتحان تمام اللي هتجي للطالب بكرة يعني وانا مع حضرتك أثناء بنستمتع بالشرح جالي عيدة اتصالات معايا فانا حاول نقل لك الموضوع بأسلوب الطلبة وانحاول احنا نوظفه تمام يعني جالي تليفون بأحد الطلبة بيقول لي انا عايز اهم مواضيع او موضوعات الجرامر معايا اللي هي موضع امتحان كأسماء بحيث هو يبدأ يذكرها بالتفصيل يبدأ يذكرها بالتفصيل معايا تمام ها الموضوعات كلها عارف ليه لان انت عندك 14 يونتس 14 نقطة 14 واحدة المنهج بكرة اللي امتحان بكرة 30 جملة 15 مبنين على الجرامر يبقى لازم هيجيب من كل يونت واحدة تمام فانا بقى بضحك عليك لأقلت لك لكن مثلا في المستقبل في المستقبل ركز على المستقبل التام اللي هو والهاب وتصريف تالت يهي مهمة جدا جدا في المضارع التام ركز عليه لو هو جاي باسف ولو فيه يت في الآخر يبقى مضارع تام منفي لو جات في وسط الجملة ممكن يبقى معناها ولكن تديك معناة التناقل جميل تمام الدرس بتاع وعايز اضيف حتة مهمة جدا في كلنا عارفين سو صفة ذات ستش صفة واسم وذات طب ايه رك لو الجملة بدأت بسو ما جاتش في وسط الجملة ما قلتش ايه علي is so clever that he can succeed لأ انا عايز ابدأ الجملة بسو clever عارف الجملة تبقى ازاي سو clever علي is في الحالة دي انت لازم تغيير النمط بتاع الجملة والشكل بتاعها هاتها في الاول حط بعدها الصفة على طول وحط فعل ثم فعل هتلاقي الجملة بزبطت معك تمام كده ممكن تجيبها فعل مساعد قبل الفعل بمعنى ايه so quickly did she go so quickly did she go او تقولها لي so clever is he مش هقولها he is هقولها is he هقدم الفعل المساعد على الفعل لو جبتوا so فين في الاول طيب عندك ايه كمان الدرس بتاع الكوزطيف جت جت لو الجملة اكتف هيجيب بعدها طول مصدر لو هي passive اجيب بعدها تصريف ثالث على طول مباشرة دي حاجات اساسية ان شاء الله موجودة بكرة فينا طبعا الربورتن سبيتش عينك على قبل الاسبيس فيه سد وفيه طول الزمن ماضي فعل القول ماضي يبقى جوه الفعل رقم واحد والفعل رقم اتنين هو محول للآدم لو برا مضارع has سد او has just او لقيتها promises تمام hoops فعل القول مضارع اشتغل جوه مش معظي ما تحولش الجملة خد بالك مش لازم يجيلك سد وطلب ممكن يغير لك يجيبها لك admitted يجيبها لك suggested وهكذا suggest that لما بيجي بعدها فاعل بجيب مصدر او شد والمصدر حتى لو الفاعل ده مفرد حتى لو الفاعل ده مفرد تمام طبعا F تلغط خلاص كده الpassive المبني المجهول حط في دماغك حتى من verb to be ثم تصريف تالت is reported is said وهكذا كل ده بس تخدمه في حالة الpassive بس في لطتين ااكد علوم في الpassive برضو ما جبناش علوم امثلة خالص it وجاب الspace with that علي is clever say ولا says ولا is said في it في that حط في الوسط passive مبني المجهول يبقى it's said يقال it's reported يبلغ it's claimed يدعى it's that حط في الوسط مبني المجهول طب فاعل with two علي not to help the poor علي is said فاعل with two حط في الوسط مبني المجهول طب الشكل التالت بقى علي is said to لو فاعل with two في الوسط مبني المجهول طب لو فاعل وبعدها مبني المجهول يبقى انا عندي حاجتين يا to والمصدر يا to have وتصريف التالت علي is said to help me tomorrow يقال ان علي سيساعدني غدا شما انا جبت two المصدر عشان الشقة التانية مضارعة طب شوف دي علي was said علي كان يقال نقط زبور last week يا ترى to help to help to have helped لو في فاعل ومبني المجهول وto والجملة دي ماضي يبقى to have وتصريف تالت يبقى to have helped ولو مبني المجهول تبقى to have been helped روابط الوصل relative clauses who which where لو عندك يا ابني جملة فيها رابط محزوف the story written in 2005 كان اصلا which was written مفيش في الاختيارات which يبقى الجملة محزوفة يبقى written تصريف تالت the boy الولد نقط carrots in the street الولد الذي يبيع الجزر في الشارع كان اصلا the boy who sells ملقيتش في الاختيارات who sells الرابط ميتشال طالما who sells الذي يبيع جملة عادية شيل الرابط وخليها ING يبقى the boy selling الولد البائع اهم واحدة فيهم كلهم the girl who I met in Tokyo البنت اللي انا قابلتها في توكيو ملقيت في الاختيارات مفيش who يبقى the girl I met the boy I saw the daughter I helped طالما الجملة الاولى منتهية بمفعول والجملة التانية بدأت بفعل شيل الرابط وخلاص طيب من اليونت بردو العاملة confusion لمعظم الطلبة يونت 5 يونت 5 الدرس بتاع الدرس بتاع every وكل وحاجة طيب all سريعا all عايزة بعدها اسم جمع او اسم لا يعد all boys are all all the rice is يبقى all لو بعدها اسم جمع جيب فعل جمع لو بعدها اسم لا يعد ما ينفعش بعدها اسم مفرد تمام اجيب فعل مفرد all the rice is عندك ايه كمان فيها عندي have have في حتة مهمة جدا في have have a لما بيجي بعدها القياسات have a kilometer have a minute have an hour لمدة نصف ساعة اجيب have a لا طالب دوخي الناس شوية each و every i write انا اكتب with no at hand i write with no at hand every ولا each انت عندك كم ايد اتنين طبعا ما هتتكلم عن واحد من ضمن اتنين يبقى each i write with each hand دي واحد طب عايز اتكلم عن كل موظف في الشركة واحد من ضمن مجموع يبقى every every كل موظف in the company في الشركة is clever بيكون شاطر يبقى دي كمان كلمة every طبعا every ما يجيش بعدها of each يجي بعدها of اي واحدة فيها of يجي بعدها جامعة each of them post of them post of us دايما بعد each of او post of تمام لازم اجيب بعدها جامعة us او them او هكذا تمام ما تنساش لو هتتكلم عن المسنة اجيب both of both of my parents كل من والدي اجيب معهم both either or neither اسمع مني either or neither nor either or و neither nor لو جمرة يربطوا جملتين either احمد or his friend وعايز فعل الفعل يناسب اقرب حاجة للنقط طبعلا ما his friend جامعة يبقى are طب either my children or my wife يبقى هنا از عشان مين ما يوائف انا باخد الاقرب للنقط تمام neither عايزة nor واخد بالك neither of و either of neither of the boys is clever neither of the girls is bad تمام ده بالنسبة الاثر و نايزة لقطة اخيرة i don't like either of the shirt i don't like دي جملة منفية او هتاخد نايزة نايزة بجيش في جملة منفية البديل بتاعها ايزة دي برضو حتة مهمة جدا كان بتلغبط الناس لكن each و every الناس متوترة او فيهم بيهدوء وقروا وخد بالك ايتش تعملك مشكلة امتى لو واحد من ضمن اتنين عين واحدة من الاتنين وإد واحدة ايد واحدة من الاتنين رجل واحدة وهكذا دي برضو كانت حاجة من الحاجات المهمة اللي موجودة في الدرس التعبوس وإيتش جميل ننتقل للقصة وعندي هنا بيقول ايه the most important character in the novel as a whole and a while اختار اهم شخصية في القصة وليه اللي وانا اختار أنتوين الدموبان تمام ليه بيكون شيء سكاين لانها طيبة تمام اني شيء از امبيشاس وهي طموحة طبعا اني شيء رودو الفرسندل وساعدت رودو الفرسندل in the summer house and helped the king وساعدت الملك فين in the prison of the sigen في الآخر كانت ساعتهم كانت طيبة جدا ممكن اقول بقى رودو الفرسندل ودي الاجابة اللي تتبع ليه بقى اولا رودو الفرسندل changed throughout the story اتغير طوال القصة from a lazy person من شخص كسول and became واصبح a responsible man رجل مسؤول a man of principles رجل زو مبادئ a courageous man رجل شجاع I like رودو الفرسندل most because he saved the king he risked his life to save the king he risked his life to save the future of روريتانيا لانه ضحى بنفسه عشان خاطر مستقبل روريتانيا I choose انا اختار رودو الفرسندل بالسؤال اللي هننقبل حلقة بتاعتنا طالب بعيث اللي بيقول لي انا عايز 10 small paragraphs يلخصولي احداث الكس 10 small paragraphs عشر فقرات فقرات كتب ركرافات صغيرة سريعا يلخصوا احداث يعني خذ مثلا is the most important paragraph in each chapter ممكن نقول رودو الفرسندل was born in England it was born in England it was 29 وكان عنده 29 سنة he traveled to Rorytania to attend the coronation سافر روريتانيا عشان يحضر حفل التتويج because he had six months time لانه قدامه ست شهور to accept the job for sir jacob عشان يقبل الوظيفة لحساب السيد jacob boro day دي اول واحد رودو الفرسندل went to Rorytania ذهب الى Rorytania to attend the coronation but he faced ولكنه واجه a lot of problems كثير من المشاكل هناك اول حاجة قبلته and he looked like the king انه هو كان شبه الملك جدا تمام the king was poisoned الملك تم تسميمه so Roodlef Rassindel لذلك Roodlef Rassindel replaced him according to sapt suggestion تبقى ليه اقتراح مين sapt حل محل الملك بيرتناء على اقتراح مين sapt and throughout the story وعلى مدار القصة he learned a lot of responsibilities اتعلم كثير من المسئوليات Roodlef Rassindel after that attended the coronation instead of the king حضر التتويج بدلا من الملك and succeeded in his mission ونجح فيه مهمته but the king was kidnapped ولكن الملك تم اختطافه by his brother Duke Michael بواسطة اخوه Michael اللي هو half brother الاخ غير الشقيق who wanted اللي كان عايز to be the king instead عايز يبقى الملك بداله Roodlef Rassindel continue to be the king استمر ان هو يبقى الملك and وعمل held all meetings عقد كل الاجتماعات and he ruled the country وحكم الدولة فترة and he gave the king a lesson ودى للملك درس عمره ما هينساه how to be a true king ازاي تبقى ملك حقيقي how to ازاي انت to care for your people ازاي تهتم بالشعب بتاعك how to get their support ازاي تحصل على الدعم بتاعهم Roodlef Rassindel face the lot of problems قابلته كثير من المشاكل number one princess Flavia because she knew the king well لانها عارفة الملك كويس she noticed لحظة ان he hasn't changed انه هو اتغير كان عنده مشكلة في البداية ان روز accused him of being lazy اتهمته انه كان كسول عرفنا بعد كده ان Roodlef Rassindel met two persons قابل شخصين مهمين في القصة lord the tufam وقابل the french ambassador lord the tufam his eyes were poor عينيه ونظره كان ضعيف شوية في البداية وما لاحص ان Roodlef Rassindel wasn't the king عرفنا بعد كده انه قابل the french ambassador السفير الفيرنسي who asked him a question واللي سأله سؤال Rassindel didn't know the answer ما كانش عارف الاجابة عرفنا ان Roodlef Rassindel made a little mistakes عمل اخطاء كثير في القصة ايه اخطاء اللي ارتكبها number one he didn't let Duke Michael لم يسمح لد Duke Michael to enter the room ان يدخل الحجرة اللي كانت موجودة هناك because لانه he didn't let Duke Michael أنا استاذينك مستر محمد نطلع فاصل ورجعنا لكم تاني طلالنا العزاء ومستر محمد to be continue نكمل المستيكس الاخطاء اللي كان عملها he didn't let Duke Michael لم يسمح لد Duke Michael to enter ان هو يدخل ذا روم الحجرة because he didn't know ذا رول لانه ما كانش عارف القوانين في غلطة تاني كبيرة عملها جدا when he said to Flavia لما قال له Flavia that he didn't care for لما يهتم به responsibilities ذا المسئوليات because he thought it was his brother لانه اعتقد انها بتاعت اخوه اكلمك انه كان فيه في القصة offers عروض عروض العرض الاولاني انه قدمه 셨 تمام العرض الاني انه كان متقدم اليوهان رودو الناس انجليش فاونز كان فلوس تمام العرض الاني كان جول بيس قطع دهبية العرض التالي برضو tat عشان يبقى جسوس كان فيه لترز جوابات اتبعتت في القصة الجواب الاولاني كانت أنتوانيد بعتته رودو لlit Tahere عشان يقابلها انجلي Intellive كان في جوابين كمان اتبعتوا الجواب الاولاني كان دوك مايكل سنتا لتر تو فليفيا تو انفيت هير تو جو عشان يعزمها تروح زا كاسل الجواب التاني كان انتوينت سنتا لتر تو بعتت جواب تو فليفيا تو تيل هير لكي تطلب منها وتخبرها نوت تو الا اكسبت اني انفتيشنز اوف دوك مايكل كان فيه كمان بلانز خطط اتعملت في القصة سابت ميدا بلان تو سيف زا كينج رودول فراسند الميدا بلان تو بي بوبيلر لكي يصبح محبوب مايكل ميد تو بلانز تو كيل دا كينج اف زي اتاكد زا كاسل نمبر وان تو كيل دا كينج ان بوت هز بادي ان يضعوا جسته ان دا بايب في الانبوبة وده اللي هيعملها ديتشارد تاني واحدة لو الجيش هاجم او حجد كبير تو كيل دا كينج بوت هز بادي ان دا بايب داخل الانبوبة وانو مايكل زمن ريبليس هم ودي كانت اهم البلانز الخطط الموجودة في القصة عندنا في ديئة واحدة مستر محمد وجه كلمة اخيرة للطلاب بتاعتك قبل الامتحان ربنا وفاكو ربنا معاكو احنا كنا عند وعدنا ان احنا مش هنسبكو من يوم حصلت الظروف بداية كورونا كلنا كنا معاكو وهنفضل معاكو لحد باب اللجنة بدألكو دايما ربنا يكتب لكو الخير دايما والخير مش كلية معينة انت بتطلبها الخير اللي ربنا هيكتبه لك وهدى وبكرة ان شاء الله وان شاء الله هتطلع مرضي اوي من الامتحان وتحاني الانجليزي هيكون من افضل امتحانات اللي قبلتك في حياتك وما تنسوناش ابدا يعني شرفتنا مستر محمد وتمنياتنا القلبية بالتوفيق لكل طلابنا الاعزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا